يواجه سائحان فرنسيان عقوبة السجن ست سنوات بعد أن سرق بعض الرمال كتذكار من جزيرة سردين الإيطالية والقت الشرطة القبضة على الزوجين الفرنسيين وبحوزتهم أربع عشرة زجاجة بلاستيكية ملئة بالرملة ولغ وزنها أربعين كيلو جراماً وتتمتع شوطة ترمال البيضاء في الجزيرة الإيطالية بحماية عالية حيث تفرض سلطة المحل عقوبة قاسية تتراوح ما بين السجن من سنة إلى ست سنوات ودفع غرامة ما ليتصل إلى ثلاثة آلاف يورو على من يحاول أخذ الرمال من شوطة الجزيرة لأنها تعد سرقة أحد أصول المنفعة العامة